صلى على النبا اخواتي تعالوا نعمل اجمل مني تشيز كيك بس ايه موضوع يلا بينا ركزوا النبا اختي عشان انا بيعلى ضغطي اي باسكوت سادة تلاقيه في السوبر ماركت اتحنيه بنفس الطريقة انا جبت لك سعادي وبعد كده بمية وخمسين جرام زبدة او بمية جرام زبدة تفضلي تقلبي فيها كده لغاية لما ترمل معاك يعني ايه ترمل معك اختي يعني الباسكوت يسحب الزبدة بنفس الطريقة تبقى مرملها معاك بالشكل ده وفي ورق الكاب كيك او اي فورم عندك الكاب كيك تبتدي تحط الباسكوت بتاعك وتدوس عليه كويس جدا عشان تفرديه عشان هنحطه في الفليزر لمدة ساعة يجمد ركزي بقى نس عشان تعملي حاجة لاولادك يحبوه ظهر في كريم شانتيه معلقتين سكر بودرة معلقتين لبن بودر بعد كده جبنا كريمي من عند البقال كوباية لبن هو ده اللي احنا عايزينه وبالمضرب نضربهم ونخفقهم كويس جدا جدا لغاية لما يبقى القوام معانا بالشكل الجمد ده احنا عايزين القوام يكون معانا كريمي مش عايزينه تقيل قوي عايزينه بالشكل ده بعد ساعة بسم الله ما شاء الله جمد وبقى زي الفل لهو نبتدي نحط عليه الخلطة بتاعتنا التانية الطبقة التانية من الكريم جونتيه والجبن زي ما انتوا شايفين نخبط بالروحة كده عشان البسكوت ما يكسرش ولو عندك فورمة الكاب كيك اختي حطيه فيها ما عندكيش حطيه في نفس ورقة الكاب كيك لمدة ساعة يجمد بعد ما جمت زي ما انتوا شايفة عايبقى زي الفل لنفتحه كده ونتأكد ان البسكوت ماسك وما تكسرش بعد كده نبتدي نحط اي حاجة عندنا مربة كرامل اي حاجة عندك اختي حطيها انا حطيت مربة فراولة ومربة مش مش وكرامل وزوقت فوق بزداني او اي مكسرات عندك اختي بسم الله ماشاء الله عملتي تشيز كيك وانت قاعدة في البيت بدل ما تروح تشتريه من محلات وماسك نفسه وعمره ما يفرول بالسكينة قطعته بص الجمال اختي بسم الله ماشاء الله مستنيه هي انسة انزلي فراحي اولادك وجوزك وعمللهم حاجة كويسة كده في البيت وبقال لتكلفة اختي بس اما حاجة تصلى عنهبي في الكومنتات انجعلك اختي ما تدسلها يا اختي بقى